يا عيب الشوم المسؤول هو يلي بيشتغل وبيضحي حتى يأمن حياة كريمة لأولاده المسؤول مش يلي بينهب مال أولاده حتى يزوع أولاده بقاش مسموح وين الناس وين الناس الناس وينيجي مش كلاش يعاني الدولار عنا بس عشر تلاف وبجنوب الدولار علف وخمسة الدولار عنا عشر تلاف وأصحابنا المسيحيين يلي هني بالسلطة عندهم الدولار علف وخمسة كلنا جيعانين نحن عندهم صرخة كل الناس كل الناس دون استثناء فبقى عيب على مسؤولينا يضلوا محلما هني غافين غافين مستقنانين على شيء شو أبونا أكيد صرخة كل لبناني صرخة كل موجوع صرخة كل جيعان وصلنا للإفلاس دولار عشر تلاف ونشوف شو صار بالسوبر ماركات شعبنا يلي بهمه أمر الشعب هو يلي بيضحي حتى يأمن أبسط حقوق الشعب يلي هي لقمة خبزه يلي هي طباطه يلي هي علمه ويني هاو طيب هناك من قال بدل ما تنزلوا تصرخوا بالشارع تمتلكون من الأملاك والمقدرات المالية ما يكفي شعوب دول بأكملة أنه بدل ما ننزل نصرخ على أنه الناس جاي عليهم ليش ما بنطعم الناس يعني الأوقاف الدينية مسيحية كانت أو إسلامية قدرة تسد جوع أكتر من حجم الشعب اللبناني هذا أول شيء هذا كلام ضخم كتير كل الطواقف المسيحية والإسلامية في لبنان عندها 6% من الأراضي اللبنانية بيرجع هذه الأراضي مش ملكنا نحن حطينا الأرض بتصرف الناس حتى يشتغلوها مجانا أنا أخولي رعية كفر عبيدة أنا من هالمنبر من هوني بقلك نحن عاملين مع خمس أشخاص من كفر عبيدة مشروع المحبة سنة 2020 نحن بس بكفر عبيدة مساعدين بحدود 80 مليون ليرة ولكن نحن المسيحيين يسوع المسيح بيعلمنا أنه أكبرنا نعمل خير ما نخلي إيد الشمال تعرف شو عملت إيد اليمين نحن ما من نطع على وسائل الأعلام ومنقول شو عن نعمل نحن كل الأرض مين بده أرض حتى يزرعه خلي يجي أهله وسهله فيه بحيالة أبرشية وبإسم أنا مني جاي بإسم الكنيسي أنا جاي بإسم خاص بس بهالشغلة غبطة أبينا السيد البطيارك وكل الأساقي فيه يحني حاطين يحطوا الأرض حتى الناس يجرعها حتى يقال أنه بهيدا الموضوع في إيد وإجر كمان أبدا أنه فيه محظيين بيطلع لهم فيه ناس ما بيطلع لهم ناس بتحكي لي بده ياللي عنده مشكلة ياللي عنده مشكلة يطلع بكركي كركي أن تساعد كتير ولكن نحن ما منحكي نحن ما منحكي إداش أن نعمل خير لأنه نحن وقت لي نحن ما منتاجر بكرامة الناس نحن ما نحترم كرامة للإنسان وإذا أنا كنت على الطريق مش مبارح بس كنت على الطريق أنا بثورة 17-20 عطت على الطريق بالبترون لأنه نحن بدنا نكون مع شعبنا نحن مجبورين وينما كان نكون مع شعبنا يسوع المسيح وقال لي كان يعلمهم قبل ما يعلمهم كان يطعمهم كان يأيعدهم ثلاث مرات مسكورة بالكتاب المقدس معجز التكسير الخبز والسمك ياللي فيها كان يطعم الناس أنت دائما عم تكون على الطريق مع أنا محل ياللي الواجب بيطلب أني أنا أكون حتى أحفظ كرامة أولادي وأبنائي حتى ما يتعرضوا للضرب من القوى الأمنية حتى تكون حامي حامي لثورة هيدا ما بدك إذن فيه تتواجد على الطريق لا أكيد بصفتك أنك رجل لدين أكيد ولو غبطة أبينا البطيارك بيقول ما تسكتوا ما تسكتوا ما قال للخواني عدوا عجنب إلا كل الشعب اللبناني نحن من الشعب اللبناني إذا أنا كنت على الطريق أنا مانيش ضد إنسان أنا مانيش ضد إنسان أنا ضد نهج نهج تفقير الإنسان كل الإنسان في لبنان أنا ما بدافع عن المسيحي أنا ما بنزل على الطريق تدافع عن أولاد رعيتي أنا بدافع عن كل أبناء لبنان من أقصى الشمال لأقصى الجنوب مش أنا عن جوع ولا أبناء رعيتي عن يجوعوا لبنان كله جعان ما فيه المجعانين إنه المسؤولين بص أكيد والكهني نحن 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 من جوع مع الناس والكهني مش جعانين أنا أعلي المسؤولين قلت له والكهني كمان لا يا توني نحن منعيش جوع الناس نحن منعيش ألم الناس صرخة يلي شرختها هي صرخة ألم من ألب موجوع لأنه مش أنا وحدي كل الكهني بيرعي إيهن كل الكهني وبقول كل الكهني بيرعي إيهن وإن شاء الله يكونوا كل الأخواننا المشيخ بكمان نحن منعيش ألم الإنسان أنا وقت عندي بالرعي إنسان مش قادر يشتري دواء شو بعمل أنا بجيب دواء أنا بشير عن حالي وبعطي حتى اشتري له الدواء الله يديمك ويعطيك الصحة يا رب شكرا لألك على حضورك شكرا للمشاهدة